الآن بالنسبة للسؤال لماذا كان مرسوم بقانون أو لا ونعوضهم بمرسوم صحيح أنه الحكومة عندها توجهات واضحة من جلالة الملك هذا الضحايا الأيتام من الزلزال الحوز سيأخذ الصفة المكفولة الأمة خاص قانون لكننا في وضعية في فترة ما بين الدورتين ما بين الدورتين طبيعي أنه العمل البرلماني يتطلب أنك تدوز القانون بمرسوم لكن مرة أخرى قلنا هذا موضوع كبير ومهم وربما هذا الموضوع هذا ومشي ربما هو حقيقة عند نظر طيبات في جوجة الفصول مهمة في الدستور 48 و 49 طبعا لأن أمنيكات رجع لـ 92 يقول لك دون الإخلال بالفصل 48 و 49 قلنا نعطيه للبرلمان إمكانية أكبر في النقاش يأتي قانون الأسبوع الموقفين إن شاء الله من يتفتتح ويبدأ النقاش جاله في اللجنة ومنين يتفتتح البرلمان يطلع إن شاء الله للجلسة العامة ويمر عبر مصار طبيعي للمصادقة طبعا دون أنه منقص المصار المرتبط بهذه القوانين اللي كتندرج في إيطال الفصل 48 من الدستور يعني المجلس الحكومي لغير ذلك فلكي لا بما أنه العمل للإحصاء ديال اليتامة يتم محليا ويتم الجرد ديال هؤلاء اليتامة بشكل دقيق نخده نمر عبر المصار طبيعي جدا للمصادقة ويكون قانون دون أن نمر عبر الآلية ديال مرسوم بقانون اللي في واحد نعدي الاستعجالية شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة